موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بكم معزي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج فضاء حر نناقش فيها المخلوع صالح ومستقبله السياسي بعد تحالفه مع الميليشية الحوثية موسيقى قبل 38 عاما قفز الرجل إلى كرسي السلطة وأصبح رئيسا للجمهورية هكذا دون مقدمات منطقية كافية الرجل إذن أصبح رئيسا للجمهورية العربية اليمنية الجمهورية الوليدة التي خرجت لتويها من عهود الإمامة المظلمة الجمهورية التي ترأسها قبله خمسة رؤساء فقط كان في انتظار علي عبدالله صالح مهام كثيرة وملفات عديدة أبرزها حماية الجمهورية الوليدة من خلال تأكيد قيمها وترسيخ ثقافتها في مواجهة قيم الإمامة ومخلفاتها بالإضافة إلى الحفاظ على عجلة التنمية التي كانت قد نشطت بقوة في عهد الرئيس المغدور به الشهيد إبراهيم الحندي إلا أن الرجل كانت له أجندة أخرى في مقدمتها ضمان بقائه في السلطة أطول فترة ممكنة ثم توريثها إلى عائلته وكان من ثمار هذه الأجندة الخاصة للمخلوع صالح أن تراجعت التنمية في عهده بشكل كبير حتى أصبحت اليمن من أكثر دول العالم تخلفا وأشدها فقرا بحسب التصنيفات الدولية وتراجعت ثقافة الجمهورية وقيمها لتحل محلها ثقافة التوريث والفساد ومعها تراجعت تطلعات اليمنيين في بلوغ دولة الرفاهي والنظام والقانون إلى أن جاء الأمل في الحادي عشر من فبراير من العام 2011 ثورة شعبية سلمية عارمة أسقطت من رأس السلطة لكن المخلوع لم يستسلم لمصيره المرصود وقرر أن يمضي في خيار شمشون علي وعلى أعدائي وكان أعدائه هذه المرة هم أكثرية الشعب اليمني جرهم إلى حرب أهلية وإقليمية باهظة الكلفة بعد أن تحالف مع المشروع الإمامي وسلمه مفاتيح الدولة والجمهورية وانقلب به على كل الاتفاقات التي أبرمت خلال الفترة الانتقالية والتي كانت تحاول أن توفر له خروجا آمنا ومشرفا وهو ما دفع المجتمع الدولي لإصدار عدد من القرارات العقابية في حقه وحق بعض أفراد عائلته وكذلك في حق شركائه في الإنقلاب أخيرا يبدو أن الإقليم أيضا قد قرر معاقبة صالح وتركه يواجه مصيره بعد أن ذهبت السعودية في تفاهمات مع الحوثيين من المرجح أن يكون ثمنها رأس صالح نفسه ومستقبل عائلته السياسي بحسب مراقبين إذن عن المخلوع صالح ومشاركته في الإنقلاب ومستقبله السياسي ستكون حلقتنا لهذا المساء من فضاء حر مع ضيفينا من الكويت الإعلامي في المؤتمر الشعبي العام جناح صالح أحمد غيلان ومن قطر الكاتب والباحث السياسي جمال المليكي أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطلب منكما بداية الإجابة على السؤال المشترك والبداية معك السيد أحمد غيلان هل حكم المخلوع على نفسه بالانتحار السياسي حين شارك في الإنقلاب على الدولة مع ميليشية الحوثي؟ شكرا جزيلا لك ويبدو أنكم في قناة بلقيس أدركتم الطريق إلى الجماهير أنه يكون من خلال المرور بصالح صالح الذين قالوا عنه مخلوعا انخلعوا وانقلعوا من البلد واسمحيلي في البداية أعقب على بعض الفقرات التي جاءت في تقريرك يمكنك التعقب عليها في سياق الحق صالح إذا تكرمتي سأعقب على التقرير أولا وأرد عليك أول بأول لأنه قد يأتي نقطة أخرى أحتاج إلى أن أعقب عليها صالح لم يقفز إلى السلطة البلد بعد اغتيال الغشمي جلست ستين يوم بلا رئيس لم يجرأ أحد من الذين يتحدثون اليوم ومن الذين تحدثوا بالأمس أن يتسلم السلطة ويدير البلاد لأن البلاد كانت على حمامات من الدماء وحمل علي عبدالله صالح رأسه على كتفه على يده وتسلم السلطة الذين اغتالوا إبراهيم الحمدي والذين ينظرون ويتباكون على إبراهيم الحمدي هم الآن في أحضان قاتله طيب أستاذ أحمد نحن هذه المواضيع هي أنت الآن تستبق محاور الحلقة كل ما تقوله الآن سوف نأتي إليه في سياق الحلقة فقط هذا سؤال هكذا سياق البرنامج أن تجيب أولا على السؤال المشترك بداية الذي ننطلق من خلاله إلى كل مسارات النقاش الذي أنت تحدث عنه الآن هل تعتقد بأن صالح أو المخلوع صالح حكم على نفسه بالانتحار السياسي من خلال تحالفه مع الانقلابين علي عبد الله صالح حكم على نفسه بأن يكون يمنيا وانضم إلى اليمن وتحالف مع اليمنيين وهو الآن يعيش حالة مع اليمنيين مثل ما يعيش اليمنيين هو بهم ومعهم وبينهم بصرف النظر عن مسألة أنه تحالف مع قوى سياسية هذه القوى السياسية أصبحت الآن واقعا على الأرض علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام تحالف مع تجمع اليمني الإصلاح وطلعوا مرتبطين بالإخوان تحالف مع الاشتراك وطلعوا كلهم خرجوا خارج البلاد سوف أكتفي بهذا القرر الإجابة طبيعة هذا السؤال مختصرة سيد أحمد أعتذر عن مقاطعتك أنت تحدثت عن تحالفه مع قوى سياسية على اعتبر أن الحوتيون هم قوى سياسية السؤال أيضا ذاته لسيد جمال المليكي بالمناسبة هناك بخصوص التحالفة علي عبد الله صالح مع الحوثيين هناك حقيقة تاريخية وأنا شخصيا استطع توثيقها عبر شهود من أبناء المؤتمر الشعبي العام من أبناء صعدة وهذه الشهادة موثقة لديه سأقول لكم وربما لأول مرة يقال هذا الكلام أن تحالف الحوثيين مع علي عبد الله صالح بدأ بعد استلام هادي للسلطة مباشرة هناك مشائخ من صعدة قاموا بزيارة علي عبد الله صالح بعد أن سلمت السلطة للرئيس هادي فقاموا بزيارته أحد الذين كانوا حاضرين هذه الجلسة وأحد الذين كانوا ناطقين باسم المشايخ من أبناء الصعدة هو من وثقنا معه هذه الشهادة سئل علي عبد الله صالح كيف تريد منا أن نتعامل مع الحوثيين الآن أنت ستسلمنا لهم ونحن في صعدة فقال لهم أنا أصبحت حوثيا نعم وهذا ما لم ينكره السيد أحمد دعني أيضا اكتفي بهذا القدر سيد جمال هذه التفاصيل أيضا سنخوض فيها في سياق النقاش وأكتفي بهذا القدر من إجابتك على السؤال الأول أشكركم ضيفي الكريمين وأدعوكم والمشاهدين الكرام إلى متابعة هذه المادة الرصدية لأبرز المحطات السياسية للرئيس المخلوع صالح وبعض أفراد أسرته نشاهد ومن ثم نعود للبدء بالنقاش موسيقى 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 المترجم للقناة عودة إليكم من جديد ضيفي الكريمين وتحديداً سيدة غيلان كما شاهدنا في هذه المادة الرصدية مؤسسة الجيش والآن تحولت إلى مؤسسة عائلية بفضل الرئيس المخلوع كيف تبرر أنت هذا السلوك أولاً اسمحي لي أن أقول لك أن فضائك ليس حراً لأني لم أسمع التقرير أصلاً وانقطع الصوت عندي طوال فترة التقرير نعم أنا يمكنني أن ألخص لك ومحقك أن تعرف ما ورد في التقرير التقرير تضمن معلومات محقات نعم نعم سأعطيك الآن ملخص لما قاء في التقرير قاء في التقرير نعم أتمنى أيضاً من المكتب لديك بأن يعرضوا ونطلبنا منهم أن يعرضوا لك الشاشة أمامك التقرير استعرض محطات من حياة أو أبرز محطات المخلوع صالح المحطات السياسية والعسكرية التي مر بها أيضاً أفراد من عائلته المناصب العسكرية التي تولوها خلال فترة حكمه طيب يا سيدتي كما قلت لك علي عبد الله صالح جاء بإرادة الشعب وبعد أن ظلت البلد ستين يوم بلا رئيس علي عبد الله صالح غامر وتسلم الرئاسة علي عبد الله صالح كان يقدم استقالته وكان ينتخب من البرلمان ثم بعد ذلك جئنا إلى تحقيق الوحدة الوطنية وحصلت انتخابات وانتخب مرتين من انتخابات مباشرة من الشعب فموضوع أنه قفز إلى السلطة هذا موضوع مردود عليه موضوع توريثها وتوريث السلطة ثلاثة ثلاث سنة فقط تذكرك ثلاثة ثلاثة سنة هل هناك من يحكم ديمقراطياً لمدة ثلاثة عقود؟ الثلاثة ثلاثة سنة كان يحكم وفقاً للدستور بإرادة الجماهير وبإرادة من يمثلون الشعب هذا موضوع ليس فيه نقاش وفقاً للدستور نعم هو ليس موضوعنا الآن عقب على المادة نتكلم الآن عن مسألة تحويله مؤسسة الجيش إلى مؤسسة عائلية مؤسسة الجيش أثبتت أنها ليست عائلية ولا يستطيع أحد أن يثبت أنها عائلية وأبناء الجيش الذين تربوا في عهد علي عبد الله صالح وكانوا قوات مسلحة للبلد هم الآن يدافعون عن البلد ضد الغزاء بينما علي عبد الله صالح سلم السلطة وسلم البلد لعبد الربو منصر هادي وفقاً للمبادرة الخليجية وإذا كان هناك من سلم البلد لأحد آخر بعد هذا التاريخ فهو عبد الربو منصر هادي ومن جاء أوراه وأولئك الذين صعدوا من الساحات وجاءوا من ساحات التي تسمينها ساحات 11 فبراير التي دمرت البلد علي عبد الله صالح استلم اليمن وكانت تنميتها تحت الصفر علي عبد الله صالح سلم البلد وفي أمن مركزي وفي حرس جمهوري وفي قوات مسلحة وفي تنمية نعم أنا أحدثك عن هذه النقطة تحديداً الحرس الجمهوري والأمن المركزي والحرس الخاص والأمن القومي كل هذه كانت بيد عائلته سؤالي محدد أرجو أن تجيب عليه كيف تعلق على تحويل الجيش الوطني هذه المؤسسة الوطنية الأبرز إلى مؤسسة عائلية ليس صحيحاً ليست مؤسسات عائلية كيف ليس صحيحاً عمار يحيان وطارق وأحمد من هؤلاء هم مواطنين يمنيين هم مواطنين يمنيين برضو الآن الجيش والأمن ليست العبرة في مسألة عندما كان علي عبدالله صالح يحكم العبرة في اليوم اليوم علي عبدالله صالح خارج السلطة وحزبه خارج السلطة وعمار ليس موجود ويحيا ليس موجود وأحمد ليس موجود بينما هذه المؤسسات التي بنوها هي الآن تدافع عن اليمن وتحاول أن تثبت قدر الإمكان استقرار اليمن وتدافع عن اليمن وتتصدى للإرهابيين والقاعدة والمجرمين والغزاء الذين جلبهم من علي عبدالله صالح طيب سيد جمال المليكي من جهتك كيف تصف العبث الذي طال مؤسسة الجيش ونحن استعرضنا الآن أسماء وصفات أفراد عائلة المخلوق علي عبدالله صالح الذين استطاعوا أن يستحوذوا على مؤسسة الجيش خلال فترة حكمه أنا سأتحدث في هذه النقطة عن معلومات يقينية وليس عن تحليلات وحجج واهية هل تعلم يا سيدتي أن اليمن تقع على 2500 كيلو متر على البحر هذا يعني من الناحية العسكرية أن تكون القوة البحرية هي الأقوى داخل بنية الجيش اليمني هل تعرفي أن الحرس الجمهوري داخل لائحة وزارة الدفاع هو ثلاثة ألوية بمعدل لا يزين عن 3000 جندي هل تعرفي أن الحرس الجمهوري أصبح عدده 70 ألف حرس جمهوري بمعنى حرس خاص بمؤسسة الرئاسة وبعلي عبدالله صالح أصبح عددهم 70 ألف في حين وهذه معلومات موثقة ويقينية عندما احتلت جزيرة حنيش لم يمتلك الجيش اليمني زورقاً حربياً ليقترب به من جزيرة حنيش وكانت فضيحة لأول محاولة غزو خارقي لأرض يمنية عندما احتلت حنيش وهذا يدلت دلالة واضحة على أن الجيش كان يبنى بطريقة تحمي السلطة وتحمي علي عبدالله صالح وليس بطريقة وليس باستراتيجية تحمي الوطن هذه من الناحية الأولى من الناحية الثانية علي عبدالله صالح الكل يعرف وأنا باعتقادي أنه يعني أنا أشفق على شخص يضع نفسه في مكان الدفاع عن هذا الرجل من يملك عقلاً سليماً وضميراً حياً لا يمكنه أن يدافع عن هذا الرجل وفكرة أنه خلع الجميع وظل مخلوعاً حدث في التاريخ أن صمد قطاع الطرق وأن صمد زعماء العصابات صمدوا فترة من الزمن والعاقبة هي بالنهاية والعاقبة هي بكيف ستتحدث الأجيال عن هذا الرجل هذا الرجل فرخ مؤسسة الجيش جعل الجيش عبارة عن حامله ومنذ اللحظات الأولى بدأ يفكر بالتوريث وهو يبني مؤسسة خاصة حول الأمن المركزي إلى مؤسسات لقبع الشام فرخ الأمن السياسي من محتوى ووجد مؤسسة أخرى اسمها الأمن القومي تحت إدارة عمار محمد عبدالله صالح أتى بالحرس الجمهوري في مقابل الجيش التاريخي الوطني والذي يطلع على كيف كان يعامل الحرس الجمهوري وكيف كانت تعامل وحدات الجيش الأخرى سيدرك تماماً كيف كان يفكر على عبدالله صالح ولا يحتاج الأمر إلى مزيد من الدلائم ما كان يفعله علي عبدالله صالح على الأرض يدل على أنه كان يبني جيشاً خاصاً به هكذا تقول الوقاع على الأرض وهكذا تقول عبدالله صالح على الأرض نعم نعم أستاذ جمال إذن أستاذ أحمد غيلان هناك من يقول بأن المخلوع صالح خان الجمهورية مرتين مرة بتحويل مؤسسات الدولة ومؤسسات الجيش إلى مؤسسات عائلية ومرة أخرى عندما سلمها للإماميين كيف تعلق اسمعيلي بس أنا أذكر زميلي بأن جزيرة حنيش احتلت وهي قوة كانت في البحر عندما كان اللواء علي محسن يتسلم مخصصات المنطقة العسكرية والغربية والشمالية ولا ندري أين كان يذهب بها ربما كان يتاجر بها بينما جزيرة حنيش كان مسؤولاً عنها اللواء علي محسن أولاً نعم لكن المخلوق صالح هو قائد الأعلى القوات المسلحة الأجيال تتحدث اليوم لكنه يؤمن بالمؤسسات وكان يعطي صلاحيات كاملة لكل المؤسسات وهذا موضوع معروف نعم لكن هذه صلاحيات سيادية نعم سيد أحمد هذه صلاحيات سيادية عموماً التاريخ طيب تفضل عموماً الحديث الأجيال هي الأجيال تتحدث ربما أنتم شاهدتموهم في 26 مارس عندما خرج الناس هم وعلي عبد الله صالح وهو بين صفوفهم هؤلاء هم الذين سيكتبون التاريخ وليست العربية ولا الحدث ولا الجزيرة ولا عبد الله منصر هادي صالح لم يخون اليمن ولم يخون الثورة ولم يخون الجمهورية الذين خانوا الثورة والجمهورية واليمن هم الآن في أحضان الملكيين وفي أحضان الدول الملكية وخانوا البلد وباعوا البلد ودمروا الجيش وصطقوا والآن يتاجرون منهم خارق البلد من تشردوا خارق البلد هم الملكيين أم من تضامن وتحالف مع الإماميين الملكيين التيار الحوثيين لم يعلنوا حتى الآن ولم يتحدثوا عن الملكية لا حتى الآن ولذلك لا تستطيع إلى أنت ولا غيرك أن تحكمي عليهم بأنهم ملكيين لا يجالوا حتى الآن يرفعوا العلم الجمهوري في كل مكان وبالتالي الذين باعوا الجمهورية وباعوا اليمن وباعوا دماء اليمن هم الآن في أحضان الغزاء والقتل الذين يضربون اليمن اليوم لدينا 36 ألف قتيل وجرح من المدنيين اليوم هذه الدماء يتاجر بها أولئك وتتحدثون عن علي عبدالله صالح الذي هو بين الجماهير وفي بيته اليوم قصفت منازله وقصفت بيوته ولذلك من حقنا أن ندافع عن علي عبدالله صالح طالما أنه وقف معنا طالما أن بيته دمر قبل بيتي طالما أنه مستهدف أكثر مني إذن من حق أي مواطن والمواطنين سيدافروا معنا هناك منازل كثيرة دمرت منذ بداية المسيرة القرآنية لمليشيا الحوثي من صعدة في طريقها إلى صنعها دمروا المنازل دمروا المؤسسات الدولة المؤسسات الخصوم دمروا الجوامع لماذا أنت تضامنوا معهم تضامنتم فقط مع منزل علي عبدالله صالح؟ أنا أريد منك ومن كل الزملاء ومن كل الصحفيين ومن زميلي الذي لديك في الاستيديو بأن نتضامن مع الضحايا في كل مكان ونكون ضد من يفجر البيوت وضد من يقتل الناس سواء حتى لو كان علي عبدالله صالح وثبت أنه قتلهم سوف نكون ضدهم لماذا إذن لا تتضامن مع زمرائك الصحفيين الموجودين الآن في المعتقلات؟ الموجودين الآن في المعتقلات قسرية ومخفيون ولا يستطيع أهاليهم حتى معرفة أماكن تواجدهم ويتعرضون للتعذيب كما شهدنا خلال يومين الماضيين أشكال وصنوخ مختلفة من التعذيب لماذا تتضامن مع زملائك أولا وهو أحرى وأقدر بك للتضامن بدل من أن تتضامن مع علي عبدالله صالح الذي يمتلك لهذه القحافة في المعسكرات؟ دعيني أرد عليك دعيني لا تطيلي السؤال وتختصري علي الإجابة أنا أرجو أنا تضامنت مع زملائي ومتضامن وحتى الآن أنا أقولها اليوم وأقولها غدا من يحاول أن يأخذ صحفي أو أي مواطن خارج القانون أنا ضده وأنا متضامن مع أي مواطن يمني ولديك أمثلة عندكم الزميل سام الغباري يوم ما اعتقلوه كنا متضامن معه حتى خرج واليوم هو في أحضان المرتزقة من يمسك صحفي أو يعتدي على مواطن يمني أنا ضده ما دام أنه هذا الاعتداء خارج القانون أما إن كانت في استياق القانون ولدى الناس عليه أي أدلة أو شيء يدينه فأنا سأكون ضده بعد أن يحكم عليه القضاء أما وهو خارج القانون أو أي عمل خارج القانون نحن ضده وهكذا تعلمنا من علي عبدالله صالح في زمن المؤسسات وفي زمن الديمقراطية وفي زمن الحريات الذي عشناه في عهد علي عبدالله صالح حتى على سببني عندك فكرة في عهد علي عبدالله صالح أنا دخلت نيابة الصحافة 18 مرة ونيابة الصحافة ألغت 15 دعوة أو 15 شكوى عليها وقدمت إلى المحكمة ثلاث قضايا وكلها كنت أذهب في عهد علي عبدالله صالح إلى النيابة أو إلى المحكمة ومعي محامين اليوم وفي عهد الأخوان المسلمين من بعد 2011 الثورة المدمرة الربيع الصهيومي الآن في عهد الإنقلابين الآن منذ انقلبتهم على السلطة في سبتمبر 2014 منذ أن خرجتم إلى الساحات انتهت الحرية في اليمن انتهت حرية الصحافة وانتهت الديمقراطية في اليمن منذ أن خرجتم إلى الساحات اليوم من يختلف معي ممكن يرسل لي واحد بطني إذن سيد أحمد غيلان يتحدث عن دولة مؤسسات خلفها لنا المخلوع صالح مساحة كبيرة من الحقوق والحريات تركها من بعده إلا أن ثورة 2011 هي التي قضت على كل هذه المكتسبات الديمقراطية كيف ترد؟ أنا أتفهم الحلق على ثورة 2011 وهذا متفهم لأنها بالحقيقة هي كشفت الوجه القبيح لهذه السلطة واستطاعت أن تختبر علي عبدالله صالح وفضحت وجهه القبيح الذي طالما حاول أن يجمله أمام الشعب اليمني وأمام الداخل وأمام الخارج لذلك كان للثورة الشبابية السلمية الفعل التاريخي الذي افتخر به العالم والذي أعاد به الشعب اليمني تعريف نفسه للعالم كان علي عبدالله صالح قبل ثورة 11 فبراير يسويقنا أننا قطع طرق وأننا حملت سلاح وأننا مجموعة قناصين هكذا كان يسويقنا للعالم أجمع فأتى شباب الثورة وأعادوا تعريف أنفسهم وتعريف اليمن وبلوحة براقة جديدة كان كل العالم يتحدث عن هذه أسطورة حضارية التي يتذمر منها هؤلاء كفى بؤسا بشخص يتذمر من ثورة 2011 لا نحتاج إلى مزيد من نصفه بأي صفة كونه يتذمر من هذا الفعل الحضاري الوحيد في التاريخ اليمني المعاصر إلى أسف الشديد دولة المؤسسات سيد جمال هو يتحدث عن دولة مؤسسات كان قد بناها المخلوع صالح خلال ثلاثة عقود من فترة حكمة هل تجدها أنت هل تراها سيد جمال والله هو شر البلية ما يضحك أين هي دولة المؤسسات في اليمن دولة المؤسسات هي دولة علي عبدالله صالح هل تعرفي على سبيل المثال أحتى نتحدث بالشكل بالأرقام أن وزارة النفط وزير النفط عندما يسأل كم إنتاج اليمن من النفط لا يستطيع أن يعرف لأن هذا يدير علي عبدالله صالح وأسرته وحاشيته بشكل مباشر هل تعرفي أن 85% من قرارات وزارة الخارجية تتم داخل أرقاء القصر الرئاسي ولا يعرف وزير الخارجية سأقول لك بعلومة موثقة في تقارير مجلس النواب عندما دخلت سبيلة سلاح موقعة في أيام علي عبدالله صالح تحت خاتم وزارة الدفاع سئل وزير الدفاع في مجلس النواب قال أنا لا أعرف عن هذه الشحنة شيء إذن كنا أمام رئيس عصابة يحاول أن يجمل نفسه بأن هناك شكليات اسمها وزارات وبالتالي هذا الكلام بالمناسبة هو موثق ولا يستطيع أحد أن ينكره وموثق في معظمه داخل مجلس النواب وفي تقارير مجلس النواب في عهد علي عبدالله صالح نفسه دعني أتحدث عن إدارة الملف الأمني على سبيل المثال وكيف يتعامل علي عبدالله صالح مع القاعدة أنا شخصيا قابلت أحد أعضاء اللجنة التي نزلت إلى أبيان من أجل التحقيق مع الجماعات الجهادية قال مدير أمن أبيان لهذا الرجل الذي نزل بمهمة رسمية في عهد علي عبدالله صالح وفي مجلس النواب في عهد علي عبدالله صالح قال مدير أمن أبيان نحن نقبض على الإرهابيين والذين هم إلى صنعاء يعود إلينا إلى أبيان ومعهم تصاريخ سلاح يعني نقبض عليهم وهم قطاع طرق ومجرمين ويعود إلينا شرعيين بفعل علي عبدالله صالح هذا الرجل هذه العقلية التي كشفتها ثورة فبراير وبالتالي نحن نتفهم لماذا هم منزعجون إلى هذا الحد من ثورة فبراير لأنها كشفت الحقيقة ولم تصنع يعني ثورة فبراير لم تصنع ما يحصل اليوم وإنما كشفت عنه وكان مختبئا تحت الطاول نعم نعم سيد جمال ونضيف على ذلك أيضا فيما يتعلق بدورة المؤسسات بأن اليمن على مرأة ومسمع العالم كانت تقارير الدولية تصنفها ضمن الدول الأكثر فسادا والأقل شفافية والأكثر فقرا هذا ضمن تصنيفات دولية لليمن خلال الثلاثة العقود التي حكم فيها المخلوع صالح سيد أحمد غيلان يعني قامت ثورة 2011 الثورة الشبابية الشعبية السلمية أطاحت برأس النظام المخلوع صالح ومنحة على إثرها أيضا بتدخل مبادرة الخليجية حصانة لكنه يبدو تخلى عن هذه الحصانة من خلال تحالفه الأخير مع الميليشيات على ماذا يراهن برأيك المخلوع الآن علي عبد الله صالح يراهن على الشعب علي عبد الله صالح من أبناء اليمن أود أن أؤكد لكي وللزميلي بأن المؤسسات التي بنها علي عبد الله صالح هي التي تسير شؤون الناس إلى الآن نحن من 2011 من يوم الربيع الصهيوني الذي تتحدثون عنه ونحن بلا دولة وبلا حكومة اليوم القاعدة التي يتحدث عنها أنتم تتحدثون اليوم بأن الآن المؤسسات التي في البلد هي مؤسسات دولة يا سيد أحمد المؤسسات في البلد كما يعرف الجميع انتقلت نعم انتقلت من عصابة المخلوع إلى عصابة الميليشية الحوثية كما يعرف الجميع وتعرف أنت نسوق السوداء أصلاحك أكبر نسوق الطبيعية ممكن تسألي كل أسئلتك وهذا سأنتظرك حتى تكملي أسئلتك بعض الطروحات تحتاج إلى تعقيب سيد أحمد تفضل عقبي علي بعد أن أكمل أنت إعلامية تعلمت إعلام عقبي علي بعد أن أكمل نعم تعلمنا إعلام يعني أتمنى أن تكون أنت أيضا تعلمت إعلام بطريقة جيدة عقبي علي بعد أن أكمل عقبي علي بعد أن أكمل تفضل إذن من حيني حقي من حقي أن تسألي ما تريدين ومن حقي أن أجي طيب يا أخي ضيعت الوقت تتفضل القاعدة التي تتحدثون عنها اليوم هي قاعدة هادي ومن وراء هادي أنتم تقولون أن 70% من الأرض تحت سيطرة هادي وهي القاعدة أنتم الآن تتحدثون عن القاعدة التي هي معكم في صف واحد المؤسسة التي بناها علي عبدالله صالح هي الآن تدير شؤون الناس في البلاد التقارير التي تتكلمون عنها هي تقارير من قوى خارجية صهيونية كانت تمهد لربيعكم الصهيوني هذه هي الحقيقة علي عبدالله صالح من أبناء اليمن راهن على اليمن وهو اليوم بين اليمن لا يحتاج إلى حصانة دول المبادرة الخليجية ولا يحتاج إلى حصانة أحد سيعيش بين هذا الشعب وسيموت مع هذا الشعب يحيى بحياته ويموت بموته أما الذين يراهنون على قوى خارجية عبدالرب منصر هادي قال قبل فترة بأنه لم يكن يعرف هذا الذي يتحدث عن من يعرف أنه لم يكن يعرف بأنهم سوف يضربوا اليمن وأنتم تعرفون الصورة تداولها في كل الوسائل الذين يراهنون على القوى الخارجية هم الآن موجودون في الفنادق وفي العواصم المحتضنة لهذه الفوضى التي تريد أن تدمر اليمن أما علي عبدالله صالح فقد راهن على الشعب وأحسن الرهان وإن كان أخطأ في فترة حكمه فهو بشر يخطئ ويصيب وكان صوابه أكثر من خطأه بينما الذين جاءوا وقالوا لنا بأنهم سوف يصححوا ما جاء بعد علي عبدالله صالح جاءوا للبلاد بالدمار والغزاة والقت والأسلحة المدمرة من الذي قلب سيد أحمد؟ نعم أخطيتك وقت كثير بالرد من الذي أوصل البلد؟ من الذي أعلم الحرب الداخلية على اليمنيين واستقلب الحرب الخارجية على اليمن؟ من الشعب اليمني والذي قلب نفسه الحرب هاتي؟ أم أن الميليشيا بتحالفها مع المخلوق؟ الربيع الصهيوني الذي أنتم ملتحقون به هو الذي كان تمهيدا لهذا يا أخي إحنا فين والربيع فين نتكلم عن 2014 سيد أحمد سيبكنا الربيع الربيع اليوم ليس حديثنا نتحدث عن انقلاب سبتمبر 2014 بعد أن كان علي عبدالله صحيح قد سلم العلم لهذا على اعتبار أنه سلمه الدولة ما حدث بعد سبتمبر 2014 من انقلاب على الدولة وعلى الشرعية المحلية والدولية نعم بعد أن حدث هذا الانقلاب وقلب الحرب والويلات والدمار للبلد هل هم الشعب اليمني والموجودين الآن في الفنادق كما تصفهم بمعنى المشردين في الداخل والخارج؟ أم هو المخلوع صالح وأسرة الذين لا زالوا حتى الأم متحكمين بمؤسسات القيش؟ هؤلاء سلموا البلد لعبدالرب منصر هادي وللحكومة باسندها وللذين هم موجودون معكم اليوم في الفنادق وفي العواصم وهؤلاء سلموها للغزاة ومنحوا إحداثيتها وجاءوا بالقوة والخارجية لم يستطع هادي أن يدافع عن نفسه بهذا القيش؟ ولماذا لم يستطع هادي أن يدافع عن نفسه وحراسته الشخصية إذا كان لديه قيش؟ اسألي هادي لا تسأليني لا أسألك أنت رئيس جمهورية لا يستطيع أن يحمي نفسه ويحمي منزله وحراسته الشخصية ولديه قيش؟ لماذا؟ إذن لا يستطيع إذن لماذا يكون رئيس جمهورية؟ من قال له يجي رئيس جمهورية ومش قادر يدافع عن بلد ولا عن نفسه؟ لماذا لم يقل لنا نحن لليمنيين يقول يا شعب اليمن أنا لا أستطيع أن أدافع عن نفسي أنا لا أستطيع أن أدافع عن صنعاء أنا لا أستطيع أن أحمي هذه البلد؟ ياخذ هو رئيس جمهورية رئيس جمهورية ولديه قيش هو رئيس جمهورية ولديه قيش كما تقول سلمهم لخل صالح القيش لماذا لم يستطع هادي أن يدافع عن صنعه بهذا القيش ثم لماذا لم يستطع أن يدافع عن نفسه على حراسته الشخصية ذاكا اسألي هادي لماذا لم يدافع عنها لم يكن هادي يريد أن يدافع عن هذه البلد لماذا أستاذ جمال المليكي لماذا لم يستطع هادي أن يدافع بالقيش الذي يمتلكه المخلوع صالح سلم له قيش كامل بكامل عدته وعتاده لكن هادي رفض أن يستخدم هذا القيش حتى لحمايته الشخصية كيف تفسر هذا الكل يعرف أن كل ثورة لها ثورة مبادة استطاع علي عبدالله صالح كل الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة كيف استطاع علي عبدالله صالح أن يفرغ الجيش كيف بنى علي عبدالله صالح على الجيش كل هذا مقدمة وأنا هنا لا أتحدث على الهادي موضوعنا هو علي عبدالله صالح بالنسبة لماذا لم يستخدم علي عبدالله صالح وهدي الجيش الجيش كان مبنيا بناء عائليا وفق عقيدة قتالية شخصية لأحمد علي عبدالله صالح وعلي عبدالله صالح والكل يعرف ولا يستطيع أن يغادث في هذا أحد نحن موجودين في اليمن ولدينا أصدقاء داخل الحرس الجمهوري وكنا نقابلهم وما بيقل لهم وما هي الشعارة التي تقال داخل الحرس الجمهوري ونحن لم نأتي من كوكب المريح نحن أبناء اليمن ولدينا أصدقاء داخل الحرس الجمهوري أفرادا وضباطا وكان يقال لنا ماذا يقال داخل هذه الأروقة إذن نحن أمان جيش بني بعقيدة قتالية شخصية لأحمد علي عبدالله صالح وعلي عبدالله صالح وما يحدث اليوم هو دليل واضح على ما نقوله وما حدث عند دخول صنعاء علي عبدالله صالح اعترفه بوثائق وبمكالمات مباشرة سجلت عليه أنه نسق مع الحوثيين ودخلت كتاب الحوثي وميليشية الحوثي من جانب معسكرات الحرس الجمهوري إذن هذه وقائع لا ينكرها إلا من أراد أن لا يرى الشمس نعم هذا على الصعيد المحلي على الصعيد الدولي سيد أحمد غيلان صدرت قرارات دولية أو قرارات أممية بشأن المخلوع صالح وعائلته صدرت قرارات بتجميد أمواله ومنعهم للسفر كشخص معرق للتسوية السياسية في البلد ويعني تصنيفه كمقرم حرب أيضا تم رصد أكثر من 60 مليار دولار هي الأموال التي تم نهبها من موازنة الشعب هذا ما تم رصده حتى الآن يعني أنت عندما تنظر إلى هذه المعطاية الدولية دعك من المعطاية المحلية كيف تنظر إليها وكيف تتعاملون مع هذا الرجل ولا زال تدين له بالولاء في المؤتمر الشعب العام اسمحي لي بس أقول لك من الزميلي بأن الشمس التي تريدوننا أن نراها هي شمس التجمع اليمن للإصلاح ربما أنت تقصدها لا نريد أن نراها لأننا رأينا من بعدها الويل والدمار بالنسبة لما قاله المجتمع الدولي كل يؤخذ منه ويرد قرارات المجتمع الدولي ليست قرآن قرارات من المجتمع الدولي قابلة لأن تناقش وقابلة لأن تستأنف وقابلة لأن تحاور حولها بالنسبة لعلي عبد الله صالح ما مصلحة المجتمع الدولي في معادات في خصومة علي عبد الله صالح يعني في مشاكل شخصية بين المجتمع الدولي وعلي عبدالله صالح ممكن تسمحيني أجاوب كملي أسئلتك إذا عد باقي عندك أسئلة عشان أجاوب عليك نعم أسألك إذا كان هناك خصومة شخصية بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعلي عبدالله صالح وأحمد علي عبدالله صالح خلاص عد باقي أسئلة أو لا أجاوب لا خلاص كملت تفضل طيب أنا أقول أنه الأمم المتحدة لديها قرارات بنت على معلومات مظللة أعطاها لها عبدالرب منصر هادي وبقية المرتزقة الذين هم اليوم في الرياض كانوا يخططون لهذا لما يحدث الآن لتدمير اليمن علي عبدالله صالح كما قلت ليس بحاجة إلى حصانة علي عبدالله صالح مواطن علي عبدالله صالح يكفيه شرفا بأن هناك اليوم من يتحدث عنه وعن قرارات دولية ويحاول أن يؤلب العالم عليه في حين أن هؤلاء بعضهم كانوا مطلوبين للأمريكان وعلي عبدالله صالح قال لن أسلم مواطن يمني ورفض أن يسلم الإرهابيين ورفض أن يسلم المطلوبين وقال للأمم المتحدة بصوت عال قال لهم إذا كان لديكم أدلة على أي مواطن يمني أأتوا بها وأنا سأحاكمهم بالمحاكم الدولية وتريدوننا أن نفرط بعلي عبدالله صالح الذي لم يفرط حتى بالذين اتهمتهم المجتمع الدولي وأنتم اليوم ترون صورة جديدة تخلينا نتمسك بعلي عبدالله صالح أكثر لأنه كان رجلا حكيما وكان يحب اليمن وكان مخلصا لليمن وكان يحترم دستور البلد وأنتم اليوم أنتم والمرتزق العائشين في الفنادق تريدون أن تسلموا علي عبدالله صالح تريدون أن تسلموا علي عبدالله صالح في المستفع الدولي لن يسلموا الشعب اليمني وأنت تعرفين نعم كان يحترم دستور البلد بدليل أنه صفر العداد قبل ثورة شبابية السلمية بين خلال سيطرته على مجلس النواب والجميع ذكر هذه الحالة المجهورة فضلا عن حالات كثيرة إذن نتحور إليك سيد جمال المليكي أخيرا الآن هناك قرارات دولية ضد المخلوع صالح وأحمد علي وأيضا عدد من قيادات الميليشيا الحوثية يبدو أن هذه القرارات لا تذكر ضمن المفاوضات السياسية القادمة هل تعتقد بأنه يمكن أن نرى هذه الوجوه ضمن تسوية سياسية قادمة بأي شكل من الأشكال باختصار سيد جمال أعتقد أن هناك لجنة داخل مجلس الأمن اسمها لجنة العقوبات ولديها ملفات أنا قبل تقريبا حوالي شهر اطلعت على جزء من هذه التقارير هذه التقارير تؤكد بما لا يدع مجال للشك وبطريقة علمية ربما لا يفهمها يعني من تعودوا أن يستخدموا الألفاظ المغالطات المنطقية بشكل علمي وبشكل موثق هناك مئات الوثائق على علي عبدالله الصالح داخل أروقات الأمم المتحدة ولا أعتقد أن هناك أي مستقبل سياسي لهذا الرجل ولا لعائلته وأجد نفسي مستغربا أن رجل يعيش مختبئا في بدرومات صنعاء من بيت إلى بيت أن هذا يدعو للفخر والعز لا يدعو للفخر والعز ولا يدعو للعار أن هناك من لم تسعهم البلد وأصبحنا خارج البلد أصبحنا خارج البلد لأننا ذهبنا نبحث عن لقبة العيش وعن المعرفة التي لم نجدها وعن الصحة التي لم نجدها خارج اليمنيون من اليمن سواء الآن أو حتى قبل عهد علي عبدالله صالح لأن علي عبدالله صالح لم يستطع أن يوفر مستشفى هناك أحد الأطباء عندما شاهد علي عبدالله صالح في مستشفيات السعودية قال هذا رئيس يحكم 33 سنة ليس في بلده مستشفى يستطيع أن يعالج فيه هو فأين هي المؤسسات وأين هي الدولة التي بناها نعم نعم أيضا سيد جمال سيد جمال بطبيعة الحال طرموا الأمر كلهم توقف على اغتصاب السلطة طبيعي بأن مغتصب السلطة سيكون في الداخل والآخرين سيكونوا خارج البلد إلى أن تتحول المعادلة وتعود إلى طبيعتها أشكركم ضيفية الكريمين من الدوحة لستاذ جمال المليكي الباحث والكاتب السياسي والإعلامي أيضا الإعلامي في المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع صالح الأستاذ أحمد غيلان في ختم حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن فريق الإعداد عصام القيسي وعبد الرقيب الأبارة والهام عامر وكافة الفريق الفني البرنامج ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة